بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نتابع اليوم قراءتنا تفسير آية من كل جزء واليوم في هذه الحلقة السابع عشر سنتناول آية من الجزء الرابع عشر من سورة النحل الآية السابعة والعشرون بعد المئة يقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نتناول تفسير هذه الآية من كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عشور رحمه الله يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى فهو بالتزام الصبر أولى أخدا بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة وجملة وما صبرك إلا بالله معترضة بين المتعاطفات أي وما يحصل صبرك إلا بتوفيق الله إياك وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه لقي من أدى المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين فصبره ليس كالمعتاد لذلك كان حصوله بإعانة من الله وحذره من الحزن عليهم أن لم يؤمنوا كقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ثم أعقبه بأن لا يذيق صدرك من مكرهم وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس باختلاف الحوادث المسببة لها فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأدى علنا ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيضونه بعدم متابعته وآونة بالكيد والمكر له وهو تذبير الأدى في خفاء والضيق في قوله ولا تكن في ضيق هو مصدر ضاقة والضيق مثل السير والقول وبها قرأ الجمهور ويقال الضيق بكسر الضاد مثل القيل وبها قرأ ابن كثير وتقدم عند قوله وضائق به صدرك والمراد ضيق النفس وهو مستعار للجزع والكذر كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر يقال فلان ضيق الصدر قال تعالى في آخر الحجر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ويقال سعة الصدر وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة وللترغيب في الصبر على الأذى والعفو عن المعتدين ولتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى ولصرف الكذر عن نفسه من جراء أعمال الذين لم يؤمنوا به علل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقون فيقفون عندما حد لهم ومع المحسنين والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر وأتي في جانب التقوى بصيرة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصولها وتقررها من قبل لأنها من لوازم الإيمان لأن التقوى آلية إلى أداء الواجب وهو حق على المكلف ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قذر الذنب وأتى في جانب الإحسان بالجملة الإسمية للإشارة إلى كون الإحسان ثابتا لهم ذائما معهم لأن الإحسان فضيلة فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه انتهى كلام الشيخ الطاهر بن عاشور ونقف إلى هذا الحد وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر